تأثرت الأسواق المالية العالمية وأسواق الذهب وأسعار العملات على إثر الانفجارات في مطار ومحطة القطارات في بروكسل وانخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم بقيادة أسهم شركات السفر والرحلات بعد انفجارات بروكسل ولجأ مستثمرون في الأسواق الأوروبية للسندات الحكومية بحثا عن ملاذ آمن بعد تفجارات بروكسل في حين انخفضت اليورو وارتفع الين والفرانك أسويسري أما مؤشر دولار فقد سجل ارتفاعا طفيفا بعد أنباء التفجيرات في حين ارتفع الذهب واحدا في المئة إذ زاد إقبال المستثمرين على الأصول التي تعد ملاذا آمنا في المخاطر وارتفع في أعقاب أنباء التفجيرات إلى نحو 1259 دولارا للأنصة في وقت لاحق من تداولات اليوم سجل نحو 1249 دولارا